هنروح لكرة الطائرة رجال وهنا يعني دور كابتل محمد مصير حميد واللي استطاع انه يتصدر هو ولعيبة واللعيبة طبعا المجموعة الاولى اللي احنا لعبنا فيها تصدرناها وهنطلع للدور اللي بعد كده باذن الرحمن عشان نلاقي ثلاث فرق من المجموعة التانية عشان نخش بعد كده على الادوار الاقصائية طيب فريتنا فازت اخر مباراة على فريق اسكندريال البترول ودي المباراة وجاءت الاشواق ونقلناها طبعا على شاشة القناة النادي الاهلي 25-17 فريتنا تلعب بتلاتين نقطة من عشر مطشات فوز مصير البترول بنها بيتروجيت الترسانة اسكندرية كل مباراة دي رايح جاي فريتنا هتلعب في الدور التاني في المجموعة مع المجموعة الاولى مع فرق شراءة دخان واسموحة والزمالك مباراة صعبة مباراة بتاعت الزمالك هتكون المباراة في الاسبوع القادم باذن الله كاميرا الابطال كانت موجودة في مباراة مصير البترول خلينا نشوف اللعيبة اسكندريال البترول لاسف خلينا نشوف الجهاز الفني واللعبين ألوية وارجع لحضركم تاني مطش النهاردة احنا بلعب اسكندريال البترول ده يعتبر اخر مطش في مرحلة الدور التمهيدي للدوري اللي جاي عندنا المفروض ان القوة بتاعت المطشات هتبدأ بتدريجان تزيد المرحلة اللي جاي عندنا فيها يبقى الزمالك وسموحة دي مطشات تعتبر قوية جدا بالنسبة لنا دي اللي هتأهينا ان احنا نلعب من المنشاطة البلاي اوف من الاول للتامن المجموعة اللي جاي مجموعة مهمة جدا بالنسبة لنا هيبقى فيها معانا من المجموعة بتاعتنا بترسانة والبتروجيت ومن المجموعة التانية هيجينا سموحة والزمالك والشريل الدخينة بصي هو سيستم التمرين ان احنا بتمرن عليه طبعا هو سيستم واحد يعني بنحاول نحافظ اللعيبة على كذا نظام ممكن نلعب به لكن تطبيقه بيختلف من مطش المطش يعني النهاردة اسكندريال البترول اكيد قوتها مش تبقى زي قوت مطش زمالك زي قوت مطش سموحة لكن السيستم التمرين ان احنا شغالين عليه بيبقى واحد لكن التطبيق بيختلف من مبارا المبارا طبعا الحمد لله رب عامين اخر مطش لنا في الدور التمهيدي طبعا مستعدين والحمد لله بشكل كويس كان عنديها تأمين الصبح النهاردة وقابلها بيومين مبارا صبح وليل يعني خدنا مخضرات على الفريق طبعا فريق مخترم مع مدير فني جاء خبرة في الدور الممتاز واللعبة مخترمة استعدانهم بشكل كويس خدنا محضراتنا وجهزنا المطش والحمد لله رب عامين طبعا هم ام مهرتنا عندنا اول مهرة هي بالنسبة للاي فريق هي مهرت الارسال عندنا طبعا الحمد لله فرقتنا من الفرقة المميزة في لعبة الارسال فدي كانت مهمة بالنسبة لنا ولحوقة الصد فالحمد للرب عامين يعني نفذنا النهاردة الارسال بشكل كويس حصل بعض الأخطاء بس بنتمرن عليها ان شاء الله رب عامين هنشوف برضو اغلاطاتنا ان شاء الله رب عامين في الفيديو النهاردة أبوك إن شاء الله بإذن الله ونصح أخطرنا إن شاء الله فترة جاي بإذن الله إحنا كنا مستعدين الفترة وفاتت عاملين فترة إعلاد قبل الدور التمهيد يعني والنهاردة كنا بنختمها يعني بماطش اسكندرية بترول والحمد لله يعني هو ماطش النهاردة ما كانتش أصعب حاجة والفرة كلها كانت جهزة وبالكابتن ميدو بيحاول يلاعب الناس الصغيرة والنشئين على قد ما يدر يعني في الماطشات ذا دي فالحمد لله الدول الأول عد على خير وكسبنا كل الماطشات 3-0 والحمد لله بقى بنستعد الجاية طبعا بشكل مختلف شكل أقوى فالحمد لله يعني طبعا في الفترة الجاية كابتن ميدو قال لنا إن إحنا هنبقى في معسكر معسكر يعني زي معسكر إيه مولك فترة الجاية عشان المطشوط الجاية تبقى أجمل طبعا من الدول الأول فدي هنستعدلها بشكل تاني ويوم الخميس إن شاء الله هننزل التمرين صبح وليل وجاي إن شاء الله أحسن وهدفنا إن إحنا نكسب معسكر الجاية إن شاء الله كلها ونقرأ نفس اللي إحنا مشين عليه يعني يعني هو بيقول إن بالذات اللعبة الصغيرة أو اللي لسه ما نشئين بيقول لهم يلعبوا كأنكم عادي في التمرين زي ما أنتم بتأدوا في التمرين ما حدش يضغط نفسه وبتاع طلع اللي عندك كله وإحنا بناخد الكلام ده من حقوق ده ما قدر نطبقه في الملعب يعني شوفت إنه رضا الناس كلها لعبت والناس كلها لعبت بشكل كويس يعني صغيرين وكبار فالحمد لله هو طبعا قبل المباراة كان في محاضرة كابتن ميدو كان مفهمنا على كل حاجة ومجهزنا يعني كنا لعبنا الفردي في اسكندرية قبلها فهم ذكرنا وحفظين بقى زواياهم وحفظين كل حاجة يعني فانزلنا نفزنا كل المطلوب والحمد لله المباراة كانت سهلة وقدرنا نكسبتها تزفر انا داخلين طبعا على الدور الجاي معنا اسموحة والزمالك والشرية كل واحد معهم نقاطهم وإحنا والزمالك متسويين كل فريق معا اتنين محترفين وإحنا برضو جاهزين بس يعني إن شاء الله ربنا وفعنا بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد وخلينا أقول لكم أن الفريق ده بيستعد كمان للسوبر السوبر المصري في كرة طائرة هيتعامل لأول مرة في التاريخ وهيتعامل من أربع فرق وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي التحدي الأكبر لكامتة محمد مصالح حميدو الفترة اللي فاتت عشر مباريات كان إنه يعمل الروتيشن ويجهز أكبر عدد من اللعيبة عشان بيعانده سكواد قوي عشان وقت الجدي يلاقي اللعيبة كلها جنبه على البنش يقدر بيهم يعمل منوفر جيد